من كندا إلى فلسطين نسجوه من خيوط الأمل بالعودة إلى البلاد علم فلسطين يجوب شوارع مدينة رامالة قادما من كندا بطول 66 مترا أي بعدد سنين نكبة وتهجير الفلسطينيين وعرض 3 أمتار العلم سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول علم فلسطيني يدخل الموسوعة العلم أنجز بجهود الجالية الفلسطينية في كندا العلم الذي ضحى لأجله ألاف الشهداء والجرحى وقع عليه أكثر من 25 ألف متضامن مع القضية الفلسطينية حول العالم يؤمنون بالسلام والخلاص من الاحتلال العلم حمل على أكتاف عشرات الفلسطينيين في مدينة رامالة وتوجهين إلى ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات ليكرموا هناك على هذا العمل الذي يوصل رسالة الشعب الفلسطيني وحلمه بالسلام علم فلسطين الذي وصل إليها يحمل تواقع النشطاء والمتضامنين الأجانب والعرب مع القضية الفلسطينية والحلم يبقى واحدا هو أن يرفرف هذا العلم في مدينة القدس اشتركوا في القناة